طب ايه بقولينا بقى في النهاية كده ايه الخلطة السرية للسعادة في اي علاقة عاطفية هو هاخد من سؤالك الاخراني لنوع الخلطة نفسها ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا جوانا هرمونات اصلا من ضمن الهرمونات يبنكمل مع بعض الجواز هرمون الاستقرار ده بيخلينا نستقر نفسيا ويمتدي الحياة تبقى هادية قوي قوي لو قلنا ان احنا المفعلات راحت والشتبق وفاكرة انتي قلنا في السحل اول اسبوع ومنطلقين وكده ده بداية الحياة الزوجية لكن هنسأل نفسي نهاية الحياة الزوجية تستمر على كده لا مش هستمر على كده تاخد شكل التوازن ما نسميهاش بقى ان ده ملل وقارفه بتاعنا نسميه ان النوع التاني من النوع السعادة لاستقرار مش لازم ان جوزي النهار ده يبدل كل شيء يقولي بحبك وانيك جميلة وبتاع وافضل تطول عمر يصرق عايزة حب وعايزة كلام حب لا اتعاملوا مع الحياة البسيطة لكده وزي ما قلتلك ان البقاء الوحيد للحياة الزوجية عشان تستمر هو ان كل واحد فيهم ليه بداية الحلقة بتاعتنا كل واحد فيهم ليه ذات قائم بنفسه انتي ذات قائم وهو ذات قائم انت ليك عالم هو ليه عالم وبينكم فيه عالم مشترك لو نجح لعالم مشترك اللي بينكم ده يبقى انتم حياة سعيدة لكن لو كل ده دخل في بعضه هتبوزي العلاقية